هذا سلاحنا، هذا سلاحنا، هذا اللي تنشوه من عدة هذا سلاحنا الذي يخيفكم عدسة لرصد الواقع كما هو وليس كما يراد تجميله وكلمة تنقل الحقيقة وتفضح خفايا ملفات الظلم والقهر في العراق إنها متلازمة العداء بين الصحافة بجميع أشكالها والسلطة الحاكمة ومعها إعلامها الناطق باسمها في العراق إما أن تكون صحفيا تجمل سوءة الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات أو تكون صحفيا حرا فتتعرض للتعذيب والاعتقال والقتل أيضا لا لشيء فقط لأنك فكرت أن تنقل بكلماتك وكاميرتك الحقيقة المرة إلى العالم بين سندان المطالبات ومطرقة الانتهاكات والضوابط الموجودة والمتبعة والتي تقيد حرية العمل الصحفي للأسف الشديد إلى الآن قانون حماية الصحفيين حبر على ورق إلى الآن لم يتم تفعيل قانون حماية الصحفيين بشكل واقعي وفاعل تقارير دولية ومحلية وأحداث يومية كلها توثق خطورة العمل الصحفي في العراق خطورة لا تقتصر على ترد الوضع الأمني ولكن تتعداها إلى وجود قوانين تعطي الحق للمسؤول بمقاضات الصحفي تحت ذريعة التشهير ولا يزال قانون جرائم النشر أكبر عقبة أمام الصحافة الحرة لدينا تقارير أممية لدينا تقارير عربية لدينا تقارير عراقية نعم يوجد انتهاكات حقيقية للإعلامين إذا كانت في كاركوك أو في كردستان أو في عراق بشكل عام قانون حماية الصحفيين الموجود نصا في الدستور الحكومي يفتقد لآليات تطبيقه على أرض الواقع فما أكثر الحوادث اليومية التي تشهد اعتقال صحفي بسبب انتقاد مسؤول أو التهكم بمشروع وهمي من مشاريع الحكومة الصحافة المستقلة أو الإعلام المستقل ديعاني بشكل أو بآخر من بعض المعوقات الحقيقية في الميدان وكذلك حتى مع التعلاقة مع المؤسسات والدوائر المختلفة في البلد نحن نطالب أن يكون قانون للصحفيين هو موجود قانون ولكن لحد الآن ما هو مفعل انتهاكات شبيرة صارت قبل كم يوم صار انتهاك ببغداد على رئيس تحرير جريدة وعلى صحفية ما بدنا نشوف أي تحرك من نقاط الصحفيين على الموضوع واقع أجبر الصحفيين على النشر بأسماء وهمية في فضاءات التواصل أو الاستمرار بنضال الكلمة الحرة خارج أسوار الوطن